السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معايا نقدم بعضيتنا حلوة بدون بيض بيضة فقط سريع تحضير وبنكهات مختلفة جد جد رائعين اتمنى انكم تجربوه وينالو الاعجاب ديلكم اذا على بركاته الله بدأ بالمقادير الليك فيما كتشوفوا معايا بسيطة وقليلة ومتوفرة في اي بيت عندي هنا جوج حبات ديال البيض يكونوا بحرارة المطبخ ما يكونوا صغورين بالزايف يكونوا جوج بيضات وعندي هنا كأس ديال السكر حبيباس ما يكونش عامر اما ديرو كأس معا مرش او لديرو حتى نصف كأس لان الحلوة باقي غا نديروها في الكوفيتير اذا السكر كافي ومطابع الحل كيبقها لحسابية الدوق كذلك غادي نحتاج لكأس ديال زيت المائدة عبرت بكأس ديال العنبة وكذلك نحتاج للدقيق واحد صشية ديال الخميرة خاصة بالحلوة من فئة 8 جرام نحتاج للدقيق الحامض وكذلك الكاكاوه يمكنكم استعملوا فقط القشور ديال برتقال اذا في الكأس ديال الخلط نخلط الحلوة ديالتي بطريقة جيد سهلة بسيطة نهار القبل العيد ممكنكم توجدوها سهلة كذلك نضيف البيض وكذلك نضيف الزيت والسكر وقبيسات الملح ضرورة يجب ان لا تكرسها في المقادير سوف نخلط هذه العناصر مزيان 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 ضرورة تطربوه مزيان سوف نحسو بأن السكر حبيبات دابولينا وهذا هو الخليط الذي تحصلنا عليه كما ترى وهذا كما ترى هو الخليط الذي تحصله عليه يعني عندما نطربوه هاد العناصر في الكأس ديال الخلط كنسهلوه لنا العملية سوف نضيف لها الدقيق شوية بشوية طبعا الحال العجينة ما فيهاش زبدة ضرورة تكون ارتطبة ما تقصحوهاش ضرورة تكون ارتطبة شوية وكذلك الصشية نضيفه 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 موسيقى موسيقى ونضيفه صافي هنا كمية كاملة قسمت العجينة على جوج اضافة الكاكاو يمكنك اضافة الكاكاو معلقة كبيرة يمكنك اضافة الكهوة او اي نكهة اضافة العجينة تطبع أضافة الكاكاو قبل ان نكمل كمية الدقيق اضافة الكاكاو أضافة الكاكاو سوف اضافة الكاكاو دخلق الكاكاو دقيق الاستمر نضيف الحامض أو الليمون أو القشور بعد مجموعة العجينة نضيف الحامض كما نضيف الحامض نضيف الحامض تقرير الحامض ندرك كذلك بالطهوة والزيت أو فرش لهم ورقة الزبدة ندرك كذلك ساعات من المحب وكذلك يتمفخوا في الفران نستمر مرحباً لعجينة بجوجهم وندخل الفران على عفية متوسطة لا تتسخن الفران لكي يدخلهم طياب و هذا هو الشكل بعد ذلك، دعوة برده كما شررت وراءة تنفخ لي يجب أن تفعل التسعة مبيناتهم ويجنة كما أصبحت لذكرت تكون خفيفة هناك كوفي تير الجاري أو المربى الخاص بالحلويات يمكنكم تضيف لي المزهر ساعة مزهر وصخنة ويجب أن تفعل برد في المزهر ويجب أن تضيف لديه كوك ويجب أن تضيف لديه وضيفت لي الحمض أو الليمون ويجب أن تضيف لديه المزهر يمكن أن تدخل الفرن سخون لكي نرى الروطبة كذلك، يجب أن تضيف لديه كذلك، هناك شوكولات يجب أن تضيف لديه يمكنكم تضيف لديه المزهر كوكولات ويجب أن تضيف لديه المزهر حلوة ريش بوندرها معروفة عند الجميع صافيها كايا يعني غير شوية صافي وكنزوب لها كنحيد الفائد ديال المربا نصفيها كايا بالشبيكة وكرميها مباشرة في الفيرميسيل او الا في الكوك يعني يبقى لكم الاختيار او لبنيكة تبغوا تديروا بلاتوم شكل را يمكن لكم تديرهم طبيعة الحل عدة اشكال منهم بالنسبة لهذه اللي فيها الكاكاو وانا درتها في الفيرميسيل او الاشكلات الشعرية اسود وبالنسبة للعجينة البيضاء درتها في الكوك ويعني انسان كي يبغي يبدل وينوع من الحلوة ديالتو معجينة وحدة كنحاولو نشكله عدة مضاقات وعدة اشكال هكا غادي نستمر حتى نكمل العجينة كاملة ديالتي او لعافوان الحلوة ديالتي هني كان فند العجينة البيضاء في الكوك ممكن لكم تخليوا الكوك كيف ما هو من الاحسان يكون الكوك ميكونش تك رقيق بالزايف من الاحسان يكون غليت شوية بشك يجيبين وحاطي المنظر زوين سوف يدي الحلوة ديالتي بعد ما كملتها بالنسبة لي انا درت هاداك شكل اخر درتوه في البسطة محكوكا درتو الحلوة في المربا وفنتوه في البسطة محكوكا ورشيتو بالكاكاو الحلو يعني الكاكاو اللي كان نخلطه مع الحليب وكي بقام طبيعة الحل اختيار لكم كاتفننو بالموجود وباش ما موجود عندكم فضل مكلكم تصنعو عدة اشكال انتمنى هاد الحلوة البسيطة تنال اعجاب ديالكم وطرقكم وتجربوها وتنجح معاكم واكيد غادي سبغيوها لان هادي حلوات محبوبة الجماهير كيف ما كيسميوها لكل شي الكبير والصغير كيبغي اللي ينصحكم انه لكنت الحرارة ديروها في تلاجة بواطن سدودا مزيان وديروها في تلاجة وإلى اللقاء